اشتركوا في القناة مقطع بالمقطع على هذا الدجال الذي لا يكفيه انه اول القرآن كما يريد وغير فيه بل كذب اقوال اكبر العلماء في تفسير القرآن واقوال الصحابة واقوال محمد نفسه اذا لكي لا نطيل عليكم سوف نبدأ بالمقطع بالمقطع في هذه الفيديو للرد على هذا الدجال قبل نهاية العالم هناك علامات علامات للساعة منها صغرى ومنها كبرى لكن المهم هي علامات الساعة الكبرى لماذا؟ لانها وردت في القرآن الكريم كل الاديان تكلمت عن قيام الساعة اقصد بالديانات التي تسمي نفسها سماوية ومرسلة من عند الله وكلها وضعت علامات لهذه الساعة ولكن الى هذا اليوم لم يحدث شيء اذا هنا علي منصور كيالي يقول ان القرآن تكلم عن علامات الساعة ولكن لم يذكر ان الاديان الاخرى المسيحية واليهودية وغيرها تكلموا ايضا على نهاية العالم وقيام الساعة وفصلوا في ذلك وجعلوا لها علامات اذا هنا محمد لم يخرج على المألوف بل نقل ما كان هو موجود فلننظر ماذا يقول عن علامات الساعة الكبرى المذكورة في القرآن من العلامات الكبرى بشكل واضح انتهاء الرسالات هذا مش جديد كل رسول يجي يقول اللي هو اخر الرسول ولساعة قريبة شنو وجب جديد محمد يجب ان نقرأ هذه الاية بصورة النازعات بشكل اوضح تقرأ بهذا الشكل بهذا الاسلوب الاستفهامي يسألونك عن الساعة ايانا مرساها فيما لماذا هذا السؤال انت من ذكرها انت علامتها الكبرى فلماذا يسألوني هنا علي الكيالي بدل معنى الآية كليا ماذا تقول الآية يسألونك عن الساعة ايانا مرساها فيما انت من ذكرها الى ربك منتهاها انما انت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشية اوضحاها هوني شا عمل سي علي الكيالي قص الآية فمت كيمة ويلون المصلين وتوقف على نص الآية او جزء من الآية واعطاها التفسير اللي يحب عليه هو اللي فمت يعتقده هو بشي ثبت انه زعمة زعمة محمد هو مع انت ظهوره هو من علامة الساعة وهذا التفسير يخالف تفسير العلماء الاولين والصحابة وحتى التوى للقرآن اذا هنا علي منصور الكيالي يحرف القرآن ويؤوله كذبا وبهتانا ومن العلامات ايضا كثرت الزلازل والاحداث الطبيعية في العالم يسي علي منصور كيالي ما هي الادلة متاعك على ان الزلازل كثرت على الارض الفرق انه قبل كان وقتا يوقع زلزال في منطقة ما يسمع به حد يسمع به كان صحاب المنطقة هذيك طول علم تطور ولا اي زلزال يوقع ولو حتى صغير في اخر بقعة في الارض لابد الكل تسمع به بوسائل الاعلام وغيرها اذا هنا يتكلم على حاجة ما غير حتى دليل اعطينا دليل للكوارث والزلازيل في الوقت هذا اكثر من قبل لقوله تعالى وان من قرية الا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة او معذبوها عذابا شديدا ما هي علاقة هذه الاية بعلامات الساعة الكبرى لقد اقحم هذه الاية هكذا يعني هجاب هبطها باراشوت وحطها غير بشي يكثر الكلامة القرآن عندما يتكلم على الزلازيل يتكلم عنده قيام الساعة اذا زلزيلة الارض وزلزالها ما فما حتى شايف القرآن يقول لك اللي فهمت مكتوب اللي كثرة الزلازيل هي علامة من علامة الساعة بالفعل هناك في القرآن كما الدابة وغيرها مع انت من علامة الساعة ولكن ليس هناك كثرة الزلازيل لماذا هذا العذاب الشديد وهذه الكوارث لقوله تعالى ولنزيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون ولكن الناس لا يرجعون عن هذا الغيب هذا اله مترطور كي هو كي يعرف ما هو اله يعرف قد ما يعذب ما مش بش يرجعون علش يعذب اذا ما عندوش طريقة اخرى من الجمشي خدم مخه بطريقة اخرى بطريقة العباد تفهم ما غير عذاب وما قيل قتل وما غير زلزيل وما غير فيضانات وما غير اسليب عنيفة ليس لها اي نفع هذا فقط يدل على ان القرآن ليس كتاب سماوي الملاحظ انه في عام 1993 شاهد كل العالم سقوط النيازك الضخمة على كوكب المشتري ما هو دليلك ان كل العالم شاهد ذلك لو كانت المشاهدة بالعين المجردة يمكن انوافقك الرأي ولكن انت تعلم ان سقوط النيازك امر عادي ليس على المشتري فقط وانما على عديد من الكواكب وهذا امر عادي هناك امطار نيزكية تقع حتى على الارض وهذا يحدث كل سنة وليس في عام 1993 فقط شاهدوا هذا الحدث وهم يضحكون قال تعالى وكأي من اية في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون اين شاهد علي الكيالي الناس يشاهدون في النيازك تسقط على كوكب المشتري وهم يضحكون ثم يأتين بآية ليس لها اي علاقة لا بالنيازك لا بالضحك وانما لكي يطول الحديث ولكي يبهر المسلمين الذين متأكد ان 90% منهم لم يسمعوا اصلا بما حدث عام 93 او ما يحدث دائما ليس مسألة جديدة وكأن الناس يعني لم يخطر ببالهم ان الله يرينا ربما مناورة الهية لما سيحدث قريبا على الارض علي الكيالي هون يرجع الله كأنه امريكا ولا قوى عظمى يعمل في المناورات بشي ظهر عضالاته وهو كي بشي يعمل مناورات مو يعمل مناورات تشوفها العبيد الكل يعمل مناورات مثلا على القمر بش العبيد الكل تشوفها مش يشوفوها كان المختصين باجهزة جدا متطورة وما يتبعوها كان المختصين وهي ديما موجودة النيازك تسقط كل يوم تسقط النيازك على الكواكب هذا امر عادي جدا ولكن مع الاسف لان المسلمين بعيدين كل البعد عن العلم وعن التطور وعن الحضارة فهم يصدقون هذا الدجال من ضمن العلامات ظهور الدخان سيأتي دخان كسيف يعمل كرة الارضية بشكل كسيف وخانق يدخل حتى غرف النوم قال تعالى في سورة الدخان فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغش الناس هذا عذاب أليم إذن فعلا سيأتي دخان كسيف يعمل كل الكرة الارضية الدخان بالفعل هي علامة من علامات الساعة المذكورة في القرآن ولكن حتى التوى ما زالت ما حثتش لكن سيألي الكيال يقول هوني حتما سوف يأتي الدخان كيف تحتم شيء لم يأتي بعد عندما يأتي الدخان وقتها تكلم على إنه حتمي ظهور دابة الأرض قال تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم هوني مكذبش من علامة الساعة الثانية هي خروج الدابة وهذا موجود في القرآن كما الدخان لكن ما زالت ما خرجت الزادة الكل يظن أن تكلم من الكلام لو كانت تكلم هذا موضوع غير مزعج الله يقول إذا وقع القول عليهم أي إذا أردنا أن نعذبهم فالله حينما أراد أن يعذب الفراعنة أرسل عليهم القملة والضفاضع والجراد لم يسلهم دابة تكلمهم هوني علي منصور الكيالي يجهل ويكذب كل علماء تفسير القرآن ويكذب الصحابة ويكذب محمد نفسه ويعطي تفسير خاص بهوة لهذه الآية والهذه الدابة وهنا يقول فهمت أن الله وقت حبي يعذب الفراعنة ما بعثلهمش دابة تكلمهم يا سيدي طوا بدل رأي هون الفراعنة بعثلهم حيوانات تتعذبهم على حص مفهوم الدين بالطبع وطوا يحبي بعثلهم آية تكلمهم كما موجود في الأحاديث الصحيحة وكما روية عن محمد نفسه وعن الصحابة في الواقع يجب أن نقف بدقة عند الكلمة التكلم فتكلم من الكلم من الجرح إذن تكلمهم وليس تكلمهم لأن إذا كانت تكلمهم فهذا مصدر للمتعة واللقاءات التلفزيونية مع هذه الدابة لكن ربما سوف تأتي آفة حشرية سوف تكلم الناس من الكلم والحديث الشريف واضح بما معنى ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا أتى يوم القيامة كهيئته يوم كلم إذن دابة الأرض تكلم ولا تكلم لاحظوا علي الكيالي كم يستعمل كلمة ربما وكأن القرآن يفسر بربما وبالشك هناك أحاديث واضحة عن ابن العباس وغيرهم فما حتى حديث يقول تكلمهم كلاما أي تخاطبهم مخاطبة وكثير من الصحابة الأولين تكلموا عن هذه الدابة وقالوا إنها تتكلم وهي يعتبرونها معجزة وهي من علامة الساعة فهنا علي الكيالي هلم يطلع على كل ذلك التفسير أم إنه يفسر القرآن كما يريد هو ثم يأتينا بحديث ليس له أي علاقة بالآية ويقحمه في الموضوع راه أي كلمة في القرآن نجم فسرها كما نحب مثل مثلا كلمة اقرأ باسم ربك النجم أنا نجي نقول لك راه الله ما كانش يقصد اقرأ فهمت وإنما كان يقصد اقرأ السلام فإحنا نتكلم في اللغة العربية نقول اقرأ السلام لفلان يعني بلغه يعني بلغ الشخص فهنا كلمة اقرأ باسم ربك يعني بلغ باسم ربك ليس اقرأ لكن فما حديث يفسر هذه الآية عندما قالوا اقرأ قالوا ما أنا بقاري قالوا اقرأ ما أنا بقاري إذن هنا لا يمكن فصل حديث عن القرآن وهنا علي الكيالي يفصل الحديث عن القرآن وعقوال الصحابة وعقوال محمد ويعطي تفسير كما يريد هو مزور للقرآن ومؤول له كما يريد يأجوج ومأجوج هذا الحدث الذي يشغل الناس ليلا ونهارا نحن في القرن الواحد وعشرين على برنامج إرث جوجل المتوفر عند الناس الأرض موضحة بالشبر بالسنطيمتر لا يمكن حي صغير أن نحيطه بسد ونعزله عن العالم فكيف جيوش هائلة العدد والعدد حتى الدول العظمة قوتها غير مخفية هناك الأسطول السادس والسابع فيجب أن يكون تفكيرنا حضاري نحن لا ننكر النص لكن نعطيه هذا التحليل عن طريق الواقع يجوج ومجوج من علامة السعر وهوني علي الكيالي يؤكد لنا أن يجوج ومجوج ليس لهم وجود لأن العلم تطور ويعرف كل شبر في الأرض إذن هنا علي الكيالي ماذا يقول؟ يقول لا ننكر النص فالنص قرآني ولكن يجب أن نعطيه تفسير لا يخالف الواقع رغم أن كل الأحاديث الموجودة وكل التفسير تقول أن يجوج ومجوج قوم كانوا موجودين ولي ذو القرنين حصارهم في سد وأنهم بشخرشوا في آخر الزمان ولأن علي الكيالي يعرف اللي هذية كذبة إذن لازم يلقى تأويل ينقذ ماء الوجه ولا يظهر أن القرآن ليس كتاب سماوي وإنما كتاب خرافات ورد هذا الكلام في سورتي الكهف وصورة الأنبياء لماذا ورد في سورتين؟ يسأل هنا سؤال لماذا ظهرت في سورتين؟ ثم يغير الموضوع اسمع ماذا يقول القرآن الكريم دائما يعطي مصطلح ولا يعطي اسم مثال حينما قال تبت يده أبي لهب لم يقل تبت يده عبد العزة هو اسمه عبد العزة لو قال تبت يده عبد العزة لكان عندما مات عبد العزة انتهت هذه الصورة لكن حينما قال تبت يده أبي لهب يقصد ظاهرة أبو لهب الموجودة حتى الآن فكل إنسان ضد هذا الدين الحنيف هو يمثل أبو لهب يسي علي الكيالي القرآن تقول إنه دائما يعطي مصطلح أنت تتحدث مع الناس لم يقرأوا القرآن ولم يفهموا القرآن هناك في القرآن كثير من الأسماء غير أسماء الأنبياء واسم هاروت وماروت حتى اسم الصحابي فهمت؟ ولما قضى زيد منها نحبا زوجناك إياها إذن القول إن القرآن يذكر كان المصطلحات هذا غير صحيح وكذب وتزوير على القرآن أولا ثانيا أبو لهب هي كنية محببة لدى أبو لهب ونحن نعلم من سماه أو من أطلق عليه هذه الكنية أو هذا اللقب هو عبد المطالب لأن عندما ولد وجه ضاوي ياسر فسماه أبو لهب لكن مع الأسف كثير من المسلمين يتصورون إن أبو لهب هي سبة وهي مش سبة وإنما حاجة باهية وكان يحبها ياسر أبو لهب إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا لماذا قال فرعون لم يقل مثلا رمسيس الثاني؟ لأنه يقصد الظاهرة الفرعونية أي الظاهرة التي تحارب الرسول والأنبياء ولكي يثبت علي الكيالي كذبته ذكر مثلة فرعون وقال إن القرآن لم يقل رمسيس الثانية ورمسيس الثالث لأن علي الكيالي لم يقل لأنه لا يعلم لا يعلم أسماء الفرعن لأنه جاهل يعرف اسم فرعون فقط وأنت تقول إن استعمل كلمة فرعون ليدل على من يحاربون الرسول لماذا فرعون الذي آوى يوسف وجعله أمين على المال أليس ذلك أليس هو فرعون أيضا؟ فكيف تقول وتدعي إن كلمة فرعون ترمز إلى محاربة الأنبياء هاو الفرعون إمتع يوسف ما حاربش يوسف اللي هو نبي يأجوج ومأجوج هم ظاهرة لكل قوم شريرين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض هنا أراد أن يصل إلى ما أراد الأصول إليه هو أنه قال إن يجوج ومأجوج هي ظاهرة كما ظاهرة فرعون كما ظاهرة أبو لهب بدون أن يأتي بأي دليل رغم إن الأحاديث تؤكد إن يجوج ومأجوج قوم توجده فهمت؟ والآية القرآنية أي إنسان يفهم شوية العربية يفهم اللي هؤلاء قوم ماهيش ظاهرة كما يدعي الكياني فكل قوم مفسدون في الأرض يمكن أن يطلق عليهم اسم يأجوج ومأجوج لماذا؟ من أجج النار وماجى البحر يأجوج ومأجوج يدل على الفوضى والهمجية والتخريب ظهر هؤلاء القوم المفسدون على زمن زي القرنين الذي هو قرش مؤسس الإمبراطورية الفارسية في مدينة بيرتيبوليس ياسي علي الكيالي هل لديك أدلة تاريخية تثبت تثبت ظهور هؤلاء القوم بالطبع له ليس لك أي دليل ولأنك تتكلم مع أشخاص لا يبحثون ولا يطالبونك بالدليل لك الحق أن تدعي ما تريد وأن تقول إن هؤلاء القوم قد ظهروا بالفعل رغم إنه ليس هناك أي مصدر تاريخي يؤكد كلامك إلا خرافة مذكورة في القرآن أنت تريد أن تجعل منها حقيقة لكن هذا الردم انتهى عهده لقوله تعالى فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا القرآن أغلق أغلق هذا الموضوع تماما بصورة الكهف شفتوا كيفاش علي الكيالي ينكر أن يجوج وما يجوج ما زالوا موجودين توا وينكر أن السد ما زال موجود ويقول أن هذا السد تم تدميره من قبل وأن لا وجود له من الأساس رغم للآية واضحة فإذا جاء وعد ربي جعله دكا فإذا يعني في المستقبل وهذه الآية من المفروض أنها تكون في عهد محمد إذن لا يمكن أن يكون هذا السد أو هذا الردم قد تم تدميره لأن الآية واضحة فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وعشرات الأحاديث التي تؤكد أن هؤلاء القوم مزالوا محصورين وراء هذا الردم وهناك آية قرآنية تؤكد هذا الكلام لكن علي الكيالي لم يذكرها لأنه يعلم أن المسلمين واللي هو يتكلم ليهم أغلبهم جهان وما يعرفوش إذن يسمح الروح بشي يكذب عليهم ويجيب لهم هذه الآية ويقول لهم راهو هذا الردم انتهى رغم اللي الآية واضحة فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وهي في المستقبل وآية أخرى تزيد تأكد هذا الكلام تقول فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة ما نجموش ينقبوه حتى يجي وعد الله اللي هو بش يجعله دكا بش يسمح لهم للخروج إذن يجوج ومجوج على حسب القرآن ما زالوا موجودين وما زالوا محصورين ومش القرآن برك القرآن والسنة والأحاديث وكل شيء وهو من علامات الساعة وهنا يأتي علي الكيالي ينكره كليا ويقول أن يجوج ومجوج لا وجود لهم من الأساس وأنه مجرد مصطلح فقط وأن هذا الردم لقد تم تدميره من طرف الله من قبل لا أدري كيف يسخر من كل علماء المسلمين ومن محمد ومن الصحابة الذين أكدوا هذا الكلام في كل التفاسير وفي كل الكتب الإسلامية وأعاد سيرة الموضوع بصورة الأنبياء قال تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومجوج لم يقل فتح على يأجوج ومجوج لو هناك قوم مختبئين وراء السد يفترض أن تكون آية حتى إذا فتح على نقول فتح علينا الباب غير أن نقول فتح الباب صفصة ليس لها أي معنى إلا لكي يثبت أن يأجوج ومجوج لا وجود لهم من الأساس وأن الردم تم تدميره من قبل لكي يأتي لنا بهذه الفكرة الأضحوكة الذي لا يصدقها إلا الجاهل فالآية تقول حتى إذا فتحت يأجوج ومجوج جيوش مستنسخة قال أحد رؤساء الولايات المتحدة في المستقبل سنخوض حروبا بلا دموع أي هذا الجندي المستنسخ ليس له أب ولا أم هو مستنسخ فإذا ختل في الحرب فلن يبكي عليه أحد فالآية واضحة حتى إذا فتحت يأجوج ومجوج وهم من كل حدب ينسلون من كل حدب لكن لو كان مقصود يأجوج ومجوج كان أتونا من حدب واحد إذن يأجوج ومأجوج من أججة النار وماجة البحر ولا يوجد فعلا وهذا الموضوع واضح تماما على إرس جوجل أن هناك قوم هائلي العدد والعدة ولكن مختبئين خلف سد وشهد شاهد من أهلها كما يقول هوني يا سيدي علي الكي يالي يقول لك إن الاستنساخ ولي تم استنساخهم هو ما يجوج ومجوج إذن هوني يا سي علي الكي يالي كي أنت تؤمن بالاستنساخ وتؤمن اللي يمكن للإنسان يجي ما غير لمرأة لراجل كيفاش ملا تؤمن بالإسلام وتؤمن بالروح وتؤمن بالنفس وتؤمن بالخرافات هذه الكل أنت تعرف بقولك هذا الكلام ماذا يعني؟ يعني قضيت كليا على الإسلام وأثبت بالدليل إن القرآن كذبة لأنك أول حاجة أنكرت وكذبت كل العلماء المسلمين وكذبت محمد وكذبت القرآن نفسه اللي كما قلت لكم اذكر في آية أخرى اللي ما نجموش ينقبوه فما استطاعوا أن يضيروه وما استطاعوا له نقبة ولي فسروها العلماء الكل بتفسير واضح وثاني حاجة قلت أن يجوج ومجوج هما قوم بشي جيوما غير لابو لأم إذن أنت بكلامك هذا وبجهلك أو بالأحرى بجهل اللي يسمعوا فيك وليصدقوا فيك ونت تعرفهم على خطرهما مورد رزقك أثبت أن القرآن ليس كتاب سماوي وأنك أنت دجال وأن الإسلام كذبة كبيرة ومعها الفيديو القادم وبسلامة ترجمة نانسي قنقر